إمتى تقول لواحد عنده سكر سوم وإمتى تقوله لا عشان الموضوع ده أصلا عامل أثير كتير جدا حتى في جمعيات علمية وعامل بلبلة شديدة جدا للناس أنا حاول أحط لك فريم كده باختصار شديد الصيام فرض والإنسان ما يقدرش يفطر إلا بسبب إلا بسبب الشريعة إلاه من ضمنها أن يكون مريضا يبقى السؤال يضطرح بالطريقة أخرى هل الإنسان اللي عنده سكر مريض وبالتالي يباح له الإفطار الإجابة قطعيا ما أقدرش يحطهم مع بعض لا مش كل اللي عندهم سكر مرضى زي ما اتفقنا من الأول هناك بعض ما أقدرش يحطهم سلة واحدة في إنسان عنده سكر أيوة مع شكرا أنا سألت حضرتك ما أنا حاولك ده مين بقى في ناس عندها سكر الصيام مفيد جدا لها ويجب أن يصوم ولو أفطر يحاسب مين دول بقى؟ وفي ناس عندها سكر هقولهم لك ممنوع يصوم ولو أفطر يحاسب ولو صام يحاسب لأنه أضرب صحته عكس كل الأدلة اللي عندنا وهناك مجموعة في النص قد يسبب الصيام لهم بعض الخطورة ما لم يتخذوا إجراءات معينة فالمجموعة اللي في النص دي إحنا بنتديهم النصائح إزاي تصوم بأمان نبتدي بقى الأولانين المجموعة الإنسان اللي عنده سكر ما عندهش أي أمراض أخرى لا قلب ولا شرايين ولا ضغط ولا ما عندهش أي حاجة ولا غدة درقية لا يمنع لو الغدة درقية لو منضبطة مش مانع الموانع الأساسية مشاكل قلب غير مستقرة كمان يعني لو عنده مستقرة وحط الدعامة وقلبه كويس ما عندهش ولا حاجة يصوم ما فيش أي مشكلة بالنسبة لنا اللي عنده مشاكل كلا خفيفة بيصوم لكن لو عنده كلا فيها خلل شديد وهي لها أرقام على فكرة ممكن يراجع دكتور الكلا بتاعه يقول له أصوم ولا لا عشان الجفاف يبقى إذن هنا المشكلة مش في السكر يعني لو ما فيش أمراض أخرى تمنعه من الصيام قرحة معدة بتنزف كبد مشاكل كبير طب لو السكر مش منضبط أصلا عنده دي بقى تخش في الموضوع التاني النص الأولاني عندك أمراض تمنعك من الصيام غير السكر فيطبق عليك القانون بتاع الأمراض الأخرى أنا بقى مريضي سكر اللي ما عندهش حاجة اللي ما عندهش أمراض تمنعه هنقسمهم لمجموعتين مجموعة عندهم بياخدوا علاجات سكر لا تسبب انخفاض في السكر ده إحنا دلوقتي عندنا ما شاء الله عدة أدوية جديدة ما كانتش موجودة عندنا يوم ما تخرجنا سبع مجموعات المعتادة اللي الناس بتستعملهم منهم خمس مجموعات لا تسبب نقص سكر فما عندهش أي خوف لو المريض ماشي على أي حاجة من دون تجي له نقص سكر إطلاقا فبالتالي أنا خايف من إيه الخوف الثاني لسكره يعلى علو السكر ده من الخطأ من العيان يا ما يجيش أخد حلويات وجهتها تبشي أخد كميات بيرة جدا من العصائر وأقول رمضان بيرفع السكر لا ده سلوكك اللي رفع السكر فلو أنت ملتزم في رمضان ما فيش الحلويات بالكثرة وزي ما اتفقنا ممكن أدوء حاجات صغيرة وباخد المجموعة دي من الأدوية فأنت تصوم تصوم وما فيش محتاجة أي مشكلة في مجموعة بتاخد حكتين إنسولين ومجموعة بتاخد أقراص منشطة للبانكرياس قد تسبب نقص سكر المجموعة اللي بتاخد أقراص الأقراص حتى بقت لها مجموعات جديدة المجموعات الجديدة لو الدكتور استعملها صح من قبل رمضان وزبط الجرعة صح عملنا دراسات كتير عليها ما بتعملش نادرة قبل رمضان يعني اليومين دول أيها طبعا لازم يزبط من الأول مش هخش على رمضان وابتدي عدل جرعاتي أنا بزبطها قبل ما خش رمضان لازم يراجع دكتوره نادرة ما بتعمل نقص سكر فهي آمنة تماما المجموعات الجديدة في منشطات البانكرياس مش الجيل القديم الإنسولين نيجي بقى للإنسولين هم دول فعلا معرضين يجي لهم نقص سكر والدراسات اللي قادة السكر خطر لأنه ممكن يسبب غيبوبات زيادة وغيبوبات نقص غالبا خطأ يا من المريض يا من الطبيب الخطأ اللي جاي منهم معظم المصريين كانوا بيستعملوا حاجة إنسولين اسمه مخلوط إنسولين مخلوط أو 70-30 ياخد جرعة الصبح وجرعة بالليل ده بيشتغل حوالي 14 ساعة تقريبا فييجي بالليل في رمضان ياخد الجرعة في الفطار بتاعت الصبح وييجي في الصحور خوفا أنه يجير له السكر فروح شايله الإنسولين خالص وميحصل ما فيش إنسولين في جسمه وهو صايم يبتد السكر يعلى 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 لو هو من نوع الأول هجيله أسيتون هجيله غيبوبة فيقوله رمضان قد يسبب غيبوبة لك أنت اللي سببتها مش رمضان في مجنوعات للأسف برضو بتقول لقلل الجرعة 50% وده بيسبب ارتفاع شديد في السكر لأنه قواعد بتقول لو سكرك عالي فوق 300 وانت صايم افطر ما تكملش لأنه فيه خطورة من الجفاف ده حيخلينا هنا نسأل حضرتك إمتى مريض السكر يفطر يقيف سكره على مدار اليوم اللي بياخد إنسولين اللي بياخد أقراس ما بتعملش انخفاض في السكر ما عندناش مشكلة خالص إن شاء الله إيسوا مرة في الاسبوع ما عندناش مشكلة اللي بياخد حاجة قد تسبب نقص سكر حيحلل إنسولين بالذات بيحلل وهو صايم ياريت مرتين كمان يعني فترة صبح لما يصحى بياخد إنسولين ما فو يده عنده جهاز دبيته وقبل المغرب لأنه يشوف الانضباط نشاء وبعد ما يفطر بساعتين وقبل ما يتصحر على الأقل للأربع مرات دول وبيعدل الجرعة بناء عليها فعشان الناس اللي سمعانا اللي سكرها منضبط من النوع التاني حالك كلم عن النوع الأول داتي بسرعة النوع التاني بياخد جرعته قبل الفطر زي ما هي اللي بياخدها الصبح هياخدها في المغرب وييجي جرعة بالليل يقللها لو منضبط 20-25% أقصى حاجة يعني لو بياخد 40 خليهم 30 لكن ياخد هياخد طبعا ما يقللش أكتر من كده عشان سكره ما يعلاش لو سكره مش منضبط يزبطه من قبل رمضان الجرعة وبعد ما يزبط هيقلل 25% من جرعة بالليل من فضل ربنا برضو احنا عندنا إنسولينات جديدة دلوقتي ما فيهاش بقى المخلوط ده حقنا تشتغل 24 ساعة تحافظ على السكر طول ما الإنسان صايم وبياخد سريع المفعول قبل الفطر وقبل السحور دي أسهل كتير جدا في ضبط السكر فبياخد جرعته بتاعت الفطر اللي بياخدها في الغداء جرعة رئيسية وجرعة السحور بياخدها زي جرعة العشا بس بين أن الهال وبرضو 25% حقنة الإنسولين تتاخد قبل أزان المغرب حسب نوع الإنسولين فيه أنواع الجديدة سريعة المفعول جدا بتتاخد قبله مباشرة اللي بياخد الإنسولين مخلوط وده معظم المصريين ميكستاد قبلها بنصف ساعة وما يفترش وطبعا حقنة الإنسولين ما تفترش حقنة الإنسولين ما تفترش نيجي بالنوع الأول أنه دي المشكلة كان زمان ما منوع يصوم خالص لأنه كان ما عندناش غير الإنسولين المخلوط وفي منتهى الصعوبة الضبط به في رمضان لأنه بيحتاج ثلاثة واجبات رئيسية في الأيام العادية والثلاثة واجبات خفيفة هيعملهم إزاي في رمضان فالإنقافات بيجتري يقلل بالليل فإنقافة يجي له أسيتون ووصايم بعد العلاج الحديث للحقنة طويلة المفعول اللي بتحافظ على السكر طول ما نصايم والسريع المفعول قبل الوجبات أصبح عدد منهم كبير بيستطيع أنه يصوم بشرط عنده جهازه وصقف صح والدكتور معلمه صح إمتى يحلل ولو انخفض منه السكر عارف إمتى يفطر لو نزل تحت السبعين وهكذا يقدر يصوم لكن في بعض النوع الأول أصلا في الأيام العادية سكره ملخضط جدا مش قادر يتحكم فيه بيعلق ويغطي له نقص سكر متكرر ده ما ينفعش ده لازم يفطر لازم المجموعات اللي قلنا حرام يصوم هو عنده رخصة كل الناس بتاخد انسلين عندها رخصة أنا عايزة أقول لحضرتك الشيوخ كلها اللي بستضفها يقول لك في الجزئية دي بترجع لطبيبك هو المفتي صح لأن في مجموعات طلعت قواعد قلت لك إحنا رحنا لدار الإفتاء وقلنا لهم كذا كذا قال لهم يفطر فكاننا الرد حسب أنت قلت له إيه هو هو قفت على علمك إنت فلو أنت ما قلتش حاجة صح ممكن يفطي لك غلط فحاليا بالأدوية الجديدة كثير من مرضى السكر يقدروا يصومه لو سمحت روح لدكتورك يقول لك أنت في أي مجموعة منهم آمنة صوم ممكن تصوم بس بحذير هيقولها لك وتعدل جرعتك إزاي أو ما تصومش لأنه ده خطر عليه حضرتك قلت